بسم الله الرحمن الرحيم مقرر الكيمية الكهربية كيم 233 الوحدة السابعة الخلايا الجلفانية تهدف هذه الوحدة إلى التعريف بالخلايا الجلفانية ثم التعرف على نشأة الخلايا الجلفانية وفهم كيفية إنتاجها للكهرباء كيف تعرف أن هذه الخلية هي خلية جلفانية؟ يجب أن يتوفر شرطان في كل خلية جلفانية وهي أنها تحول الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربية ثم التفاعل الذي يحدث فيها الخلية الجلفانية يجب أن يكون تفاعل تلقائي لذلك تستعمل الخلية الجلفانية كأحد مصادر تيار الكهربي مثل بطارية السيارة بطارية الساعة والعمود الجاف كيف نشأت الخلايا الجلفانية؟ إذا غمرت لوح من الخارصين هذا هو لوح من الخارصين إذا غمر في محلول من أيونات النحاس الزرقاء ماذا ثوف تشاهد بعد مرور مدة من الزمن؟ هذه هي الصورة الأولى وهذه هي الصورة الثانية بعد مرور مدة من الزمن سوف نلاحظ أن كثافة اللون الأزرق تقل وأن هناك مادة بنية اللون ترسبت على سطح لوح الخارصين وأن أيونات الخارصين الذائب قد ظهرت في المحلول وهذه هي الصورة مكبرة لما يحدث داخل المحلول حيث أن أيونات النحاس الزرقاء سوف تترسب على سطح الخارصين بينما جزء من فلزة الخارصين سوف يزوب ويدخل إلى داخل المحلول هذه صورة أخرى مكبرة لما يحدث داخل المحلول هنا نجد أن هذا هو لوح الخارصين جزء من فلزات الخارصين قد تحولت إلى أيونات الخارصين ودخلت إلى داخل المحلول ولذلك تقل كثافة اللون الأزرق لماذا تظهر طبقة بنية على لوح الخارصين؟ لأن أيونات النحاس الزرقاء الموجودة على المحلول سوف تترسب على سطح لوح الخارصين وتتحول إلى فلز النحاس من أيونات النحاس إلى فلز النحاس وفلز النحاس لون بني لذلك تترسب طبقة بنية على سطح لوح الخارصين لكن بهذه الطريقة لا يمكن إنتاج الكهرباء لا يمكن الحصول على طاقة كهربائية كيف نحصل على طاقة كهربية من خلال الخلية الجالفانية؟ يجب فصل تفاعل الأكسدة عن تفاعل الاختزال أي أن يجب أن يكون الخارصين في وعاء والنحاس في وعاء آخر أن يكون الأند في وعاء والكثد في وعاء آخر ويوجد توصيل كهربي بين الأند والكثد كما يجب أن يكون هناك ما يعرف بالقنطرة الملحية هذه المكونات الرئيسية يجب أن تتوفر في الخلية الجالفانية لكي يتم إنتاج الكهرباء بهذا ننهي هذا الدرس ونواصل في شرح مقرر كيميا الكهربية في دروس ترجمة نانسي قنقر